السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأخبار المسيرة مساء اليوم رابطة الأندية تفاجأ قائد الأهلي محمد الشناوي بهذا الخبر المسير وحقيقة رحيل إمام عشور عن النادي الأهلي في المركات الصيفي تقارير مغربية توضح أن الوداد ينافس الأهلي لضم أشرف دار واللاعب يحدد موقفه صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وزد تنهي صداع كولر تعديل جديد بقائمة الأهلي وزمالك في كأس الصوبر الأفريقي في البداية من نساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ونبدأ التفاصيل أصد محمد الشناوي عرس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة الدول المصري عن الموسم الأخيرة وأعلنت رابطة الأندية اليوم عن تتويج محمد الشناوي بجائزة أفضل حارس مرمى بتصويت الجمهور في الاستفتاء الذي طرحته الرابطة عبر صبحتها على مواقع التواصل الاجتماعي في اسبوك جاء ذلك بعد المستوى الكبير الذي قدمه محمد الشناوي صاحب 35 عاما مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم وخسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بآخر مباراة ولكن لم يكن محمد الشناوي داخل ملعب كرة القدم انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار بأن النادي الأهلي تلقى العديد من العروض لشراء إمام عشور لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وأكد مصدر أن إدارة الأهلي تلقت بالفعل عروضا لضم إمام عشور بمبلغ كبير قد يصل إلى 5.5 مليون يورو وشدد المصدر أن إدارة الأهلي ومارس القولر يرفض تماما مناقشة أو النظر في العروض لاحتياج الفريق للموسم المقبل لإمام عشور خاصة مع حجم البطولات الكبير للمارد الأحمر ويستعد النادي الأهلي لمواجهات قوية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الصوبر الأفريقي أو منديال كأس العالم للأندية في العام القادم في الولايات المتحدة الأمريكية مباراة الأهلي القادمة بين الفائز من مباراة المريخ جوبا الجنوب السوداني وجرماهي الكيني في إطار مباراة الزهاب لطولة 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 13 من سبتمبر المقبل وتكون مباراة الإياب يوم 20 النادي الأهلي هو صاحب آخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد المغربي دخل في مفاوضات قوية من أجل استعادة المدافع الدولي أشرف داري في الصيف الجاري وكان أشرف داري 25 عاما سبق وأن لعب في صفوف الوداد المغربي قبل أن يرحل في صيف 22 متجها إلى الدور الفرنسي من بوابة فريق بريست وذكرت صحيفة البطولة المغربية أن نادي الوداد دخل على خط المفاوضات من أجل استعادة أشرف داري في الصيف أشارت الصحيفة أن الأهلي بدوره دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب إلا أن لاعب أن مدافع بريست أعطى أولوية للعودة لنادي الوداد المغربي إذا نجحت المفاوضات كما أوضحت صحيفة البطولة المغربية أن إدارة الوداد حصلت على موافقة اللاعب إلا أن الصراح حاليا بين الأهلي والوداد حول إقناع بريست بالتخلي عن المدافع الدولي ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه خاصة أن الفريق أمامه العديد من البطولات خلال الموسم المقبل وقد قامت إدارة الأهلي بالتعاقد مع المدافع يوسف أيمن قادما من صفوف الدحيل القطري ويحيى عطي طلع من صفوف سوتشي الروسي وحاليا مفاوضات مع اللاعب التونسي محمد علي بالرمضان لاستقدامه من أجل تعزيز وسط الملعب بعد رحيل اليو ديانج إلى الخلود السعودي صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وزد تنهي صراع مارسي الكولر وتدرس إدارة الأهلي إجراء صفقة تبادلية مع زد لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية وقد كشف مصدر داخل الأهلي أن الصفقة التبادلية بين الأهلي وزد تتمثل في ضم أحد مدافعيه وهو مصطفى العش أو محمد إسماعيل مقابل تخلي الإدارة الحمراء عن خدمات أحمد قندوسي وأكد أن إدارة زد أبدأ رغبته في التعاقد مع أحمد قندوسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في ظل سعي الفريق لاحتلال مركز متقدم في الموسم الجديد يمكنه المشاركة في البطولات الأفريقية كما أضاف المصدر أن مرسي الكولار طلبة أو طلب ضم أحد مدافعي فريق زد لدعم دفاعات النادي الأهلي في الموسم الجديد وخاصة بعد رحيل محمد عبد المنعم واختتم المصدر أن إدارة الأهلي لا تمانع في رحيل أحمد قندوسي إلى زد وترحب بالأمر خاصة في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب الجزائري تعديل جديد بقائمة الأهلي والزمالك في كأس الصوبر الأفريقي هذا ما كشفه مصدر مسؤول داخل الكاف عن تعديل جديد في مباراة كأس الصوبر الأفريقي والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر المقبل وذلك في إطار منافسة بطولة كأس الصوبر الأفريقي إن شاء الله على مملكة أرينا تقابل الأهلي والزمالك في الرياض يوم 27 سبتمبر حيث أوضح أن قائمة الفرق المشاركة تضم 20 لاعب بدلا من 18 لاعبا وتابع أن المكافآت تم مضاعفتها بنسبة ما يقرب من 30 إلى 40% حتى تكون مناسبة للفريقين كما أنه سيكون هناك زيارة إلى الملاعب لاختيار الملعب المناسب وتقرر حصول بطولة الصوبر على 500 ألف دولار بينما يحصل الوصيف على 250 ألف دولار للمركز الثاني كل التوفيق إن شاء الله في مباراة الصوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك خلال الأيام المقبلة أو خلال الشهر المقبل حيث تقام مباراة الصوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك على استاد مملكة أرينا في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويدير هذه المباراة تركي آل الشيخ الذي يقود إدارة هذه المباراة وذلك ضمن صيف الرياض مدينة الرياض أو موسم الرياض لهذا العام وقد تقرر أن تكون المباراة تزاع عبر قنوات MBC مصر تزاع مباراة الأهلي والزمالك في الصوبر الأفريقي على قناة MBC مصر الفضائية المفتوحة وتزاع أيضا على قنوات On Time Sport و SSC السعودية كل التوفيق إن شاء الله ومشاهدة ممتعة لمباراة الصوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته